اش سار مع الاخبار اللازمة وانجاز ما يلزم من تسخير فني وعلمية واجراء السماعات اللازمة الكشف عن ملبسات تسجيل صوتي منصوب المنظر الونيسي من جانبها حركة النهضة طربت في تلاقي صراحة منظر الونيسي على اثر قيام السلطات الامنية باعتقالوا اكدت انه عوان الامن قام ولد البرح بيقاف عبدالكريم هاروني ليس مجلسورة الحركة والوزير الاسبق وهذا دون ذكر اسباب الايقاف دائرة الايقافات قاعدة تتوسع مروان خاصة كي نحكيه على الاقل في 72 ساعة الاخيرة مرة اخرى على الاقل بالنسبة للمنظر الونيسي نفهمه اللي هو في علاقة بالتسريبات الصوتية اللي اسمعناهم في الويكاند لكن المبدأ من ناحية توسع الدائرة متاع الايقافات هذية مازال متواصل مازالنا ماشيين في نفس المبدأ مازالنا ماشيين في مبدأ انه حركة النهضة وعلى الاقل عدد من قياداتها البارزة الكلو موجودين في الحمس اليوم لأسباب مختلفة لكن في حقيقة الامر هذا اللي راوح اليوم ومن البديهي انه زادا نوضحه نقوله اللي الحزب حركة النهضة هو اكبر وابرس حزب معارض اليوم موجود في الساحة التونسي نجمه من التفقش معاه نجمه نلوموا عليه في الفترة اللي تولى في الحكم الى اخره لكن يعني بصفة موضوعية هذه الصورة اللي امامنا فما حزب معارض كبير اللي يحضر في روحه بشي يعمل مؤتمر في الاسابيع القادمة ويلقى ابرز قياداته كلها في السجن هذا كل واحد نجم يستخلص منه ما يستخلصه هذا من ناحية من ناحية اخرى انا نعود نطرح نفس السؤال اللي حقيقة اه تفاجئت البارح بانه اه سي منذر لونيسي يتم ايقافه اه على خاطر تم ايقافه يعني في علاقة بما سر باه اللي مرة اخرى حسب ما سمعت وصلحولي كاني غالط خطر حتى انتو ما سمعتوهم التسريبات مريتش فيه اه اجرام مريتش فيه خرق للقانون شنو اذنبوا معناه اي مسمعتش مسمعتش معناه نية في انه بش يخرق القانون وبش يرتكب جريمة او معناتها في اخر الامر اه نياب العموميش بدخله تاو مثلا اه كي اه سي عثمان جنيح على سبيل المثال اللي تم ذكره في التسريبات اللي تم ذكره في التسريبات ويعتبر وانه تم المس بصورته اللي اذا هوا يمشي يشكي معقول طبيعي معنا القضايا يمشي اذا ل Yufصل الامور بناء جويه جاي من عند مواطن اما انه النيابة العمومي اه التل تقف تتتعاهد تلقى ايا تتتتعاهد تلقى ايا وتبدأ في الايقافات نان فيه ضرف 24 ساعة معنزا تناهد في هذا كل هذا الحقيقة ملفت ملفت للانتباه ويطرح حديث الاسألة ومدام بطبيعة الحال هذي الكل ما معاهش كلمة رسمية ما معاهش رواية رسمية أو تفسير رسمي تبدأ التأويلات اللي الناس سمعوا فيها مختلفة وتبدأ وفيها اللي فيها تسمعه وفيها اللي سخيف ومنها من التأويلات هذية هو أنه مدام منظر لونيسي هو رجل النظام في وسط حركة النهضة فوجبه أنه نعملوله هلا الابيزود متاع إيقاف وكذا بش نكسره الصورة هذيك على أساسه ومبعد يخرج بثوب البطلة أو الدليل على أني منيش رجل النظام مدام توقفته معناتها نمشي وفي قراءات وفي تصورات اللي بعت الحال ماش مربوطة بحاجة معناتها بأحداث وتحلل ببان للتأويلات وللقراءات المختلفة لكن مروين على الأقل اليوم عندك عبد الكريم الهاروني بعد ما تم وضعه قيد الإقامة الجبريل يتم إيقاف يتم إيقاف أيامات قبل الاجتماع بتاع مجلس الشورى اللي بشي نظم لمؤتمر الحال ليه صار روى اجتماع مجلس الشورى اللي آآ ليه تم وضعه قيد الإقامة الجبريل أيه أيه قبل أيامات من 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 الاجتماع الاجتماع اللي كان بشي سير ولي كان بشي تعديت صار اللي قبله هو عبد الكريم الهاروني تحت في الإقامة الجبريل صار اجتماع مجلس الشورى بالنظر إلى إلى كونه مقرات حركة النهضة موغلقة وفقي عدد من قيادات هاللي مهاجر خارج تونس دونك ولا قيد الإقامة به آآ في الأخير ليه قيد الإقامة مهم شي يعمل في الشي محاراتي مليد لا لا ما انت فقيش يوم لكن في الأخير اليوم آآ هذا الاستهداف واضح آآ مروين احنا عنا إقافات صارت في فيفري لليوم ما فما حتى مؤيدات آآ تبرر هالإقافات هذه آآ بالنسبة للنقطة اللي ذكرتها أنتي النيابة العمومية 24 ساعة وال48 ساعة التالي كانت تحكي على التسخير اللازمة للقيام ب ما يلجأ معناه ما يجب فنيا وعلميا لإثبات هالتسريبات هذي الكل آآ بعد 24 ساعة من هال من هالتسخير يتم إيقاف المنظر الونيسي هل نحن آآ على يقين كونه هذا كسوط المنظر الونيسي هل نحن علميا وفنيا نتأكدنا وعملنا اللازم آآ مستحيل آآ مستحيل لأنه كل يكون فما معناه على المستوى الفني تفصلت الحكاية معناه في في وقت وجيز بالطريقة هذي فما آآ عملية سماع معناه من الطبيعي إذا كان أنت بش تحقق في المسألة هذي منظر الونيسي يجبك تسمع آآ ب آآ أما هل السماع هذي هل هو معناه يسير باحتفاظ بطريقة هذية معناه إيقاف واحتفاظ لمدة ثمانية واربعين ساعة لأن نجم تزيد فيها آآ قابلة للتمديد مرة واحدة هل كان معنتها في إطار القضية هذية تبعا تستدعاها المنظر الونيسي تقولوا تفضل بحدينا بش نسمعوك في إطار تحقيق على قضية على مسألة التسجيلات المسربة هذية ما كانش يجيز ما نتصورش آآ هل الجانب هذية الاستعراضي بعض الشيء شفناه معناه في عدد من المناسبات وشفناه فيما يخص ناس اللي معناه ما نتصوروه مش كانوا بش يهربوا من العدالة أو أو كيجيه استدعاء هو على كل حال رأوا حتى إجرائيا حتى قانونيا رأوا يلزم كتابعة استدعاء كذا كان إذا كان أوقفت المنظر الونيسي وكان من المفروض تبعث له استدعاء وهنا كي إنك أقريت لهذه التسريبات حقيقية وصوت منظر الونيسي هو اللي قاعد يتكلم ألم يكن إذا كان نحبو نحكيه في هكا سرتان كويرانس شوية تناسق الناس اللي تم ذكرها في هالتسريبات مش المفروض زادة يتم الاستماع لها المفروض بطبيعة بقية الحال المفروض أنه كلهم يتم الاستماع لهم خاصة وأنهم في غالبهم ردوا الفعل ماهيش حاجة ماهيش حاجة مخفية من المفروض هذا اللي يصير وإنا اللي اللي يطرح عندي تساؤل كبير هو علشان خماضة هذية كلها على حكاية فارغة معنات رو في آخر الأمر في مستوى البلاد وفي مستوى وفي مستوى يعني المشاكل الآن نسماهم مشاكل غير نسماهم تحديات لكن المشاكل المطروحة لكل أمام تونس ما نتصورش هو أنه أولوية الأولويات هو الخوض في خلاف داخلي في حزب معارضة بعد في آخر الأمر هذي هي المسألة هو خلاف داخلي فما شكون يعتبر اللي منظر لونيسي يحب يعمل نوع من الانخلاب الداخلي على راشد الغنوشي فما شكون يعتبر أنه الوقت ماهوش وقت مؤتمرات ومناكفات الوقت هو وقت مقاومة وتصدي لما يسمونه انخلاب بعد في آخر الأمر نقاش داخلي في حزب من الأحزاب علش ياخذ هال عشان دخل الدولة في عشان دخل جزء الدولة والدولة في وعش ياخذ هال هالحيز هذي الكل والدولة طهبت بالثقل المتاع ونيابة عمومية وكذا علش بينما كان مش نحكيه على مسألة التسريبات الصوتية هذيها والحوارات المسجلة فما فما حلقات أخرى صاروا قبل اللي ما 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 تلهيتش بهم الدولة بنفس بنفس الحرس فيهم أصوات انت عش كون كان يمثل جهاز الدولة الرسمي معناته بالضبط كان يحكم حتى في جهاز الدولة وحنا نحكيه على الإيقافات نحكيه على حمادي جبالي واللي تم الإبقاء عليه في حالة صراح هذا اللي قاله الأستاذ سمير ديلو البيرح قال بأنو نيابة العمومية قررت أبقى رئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي في حالة صراح بعد الاستماع ليه مدة سبع ساعات وكان موضوع الاستماع التعينات والانتدابات وقت رأسه للحكمة سمير ديلو وضف في تدوينه ليه على صفحته على فيسبوك نهاية الدفاع بشيطلع الرأي العام لاحقا على التفاصيل مع طبره استهداف سياسي جديد هتناخذوا على الأقل اللي موجود قدامنا اللي هو رواية المحامي سمير ديلو يقول النيابة العمومية استمعت لحمادي جبالي سبع ساعات بخصوص التعينات والانتدابات وقت اللي كان رئيس حكومة نذكره ليه هو كان رئيس حكومة بان توليد ترويكا دونك من آخر 2011 إلى حدود 2013 وقت اللي يسلم العهدة بعد اغتيال شكري بالعيد شكري بالعيد ستة فيفري تم اغتياله دونك سلم العهدة في 2013 ليعلي العريد تعينات وانتدابات وقت حمادي جبالي دونك نحلو ملف مرة أخرى امتاع بين الظفرين كلمة تطهير الإدار العفو التشريع العام الإدارة اللي وقتها عرفت انتداب يظهر لي في حدود 130 ألف كان صدقني ربي في الفترة هذي كان الرقم كبير اللي خرج وقته ورقم يبدو أنه ما عنده حتى علاقة بالواقع هذو ما رأوا ما حويش معنتها من السهل تثبت فيهم يعني بالنسبة لدولة معنا ما زال فيها ما زال فيها بعض بعض سهلة يعني بش تعرف شكون شكون تخله كيفيش بالانتداب عملية الانتداب أو بالمناظرة ماش حاجة ماش حاجة صعيبة أما شوف حتى عشرة سنوات من بعد ماروين ما زال ممكن تثبت بطبيعة بطبيعة الحال بطبيعة الحال كل شي موجود كل شي موثق كل شي مكتوب هذا ما فيهش ما فيهش يعني فيه جدل جدل كبير خطرة ذايا خلعان ببن محلولة الحاجة للملاحظة لولانية هوا ساعة وجبة على هذا النظام أنه كيف عمل في عدد من الفرص معنا من المناسبات السابقة اللي نعمل كيف شف سرح معنا نعمل سردية نحكي وحكاية ومبعد يجب نغذيوها يجب نغذيوها بأحداث معناتها لازم نعمل فرضية ونعمل كل لازم لإثبات الفرضية هذه معناتها ما ننطلقوش نحنا من الواقع ونستخلص دروس ونرسم سياسات لا لا فما قنعة واجبات تطهير الإدارة وتطهير الدولة التونسية لأنه كانت ضحية تعينات مشبوهة وندرة شنو هذه ساميها الفرانسيس سنون كتا شارج هذه الحقيق عجبك ما عجبك إش معقولة مش معقولة ماذا ذاك أمورك ذاك مشكلتك تاو يزبنا نجيبه الأدلة على السردية هذه كيف ما صار مع الاحتكار كيف ما صار مع عدد عدد من المناسبات معنا تشوف وما تمشي ثبت حتى واحدة فيها مرة لا ذاك لا اثبت ذاك شعلينا فيها ذاك مسألة أخرى معنا الاحتكار و جينا قلنا اه نحنا راو مشكلتنا عمرها ما كانت مالية عمرها ما كانت مرتبطة بالخارج عمرها ما كانت فقراء معناش فلوس اه لا فما احتكار ومضارب هيك هاو بدينا من غاديك ولينا شد ميتين كيلو منعر شوين وشد وسكر على عطار على خاطر عنده المدعم ويمشي رئيس الجمهورية بيدو والله يعذروني نسيت فنحوما يلوك يمشي العطار يلقى عنده زيت المداعة منظيف هكا محلية هي عم ست وستين كيف نقوله حقيقة وبعد جيبولها المؤيدات الاموال المنهوبة نحن عنا برش اموال المنهوبة وعنا الاف المليارات مسروق حقيقة وبعد نعملولها لجنة وثلاثين بليون ودرش نو هذا موديل قاعد يتعاود دو سردية الاسابيع هذه هي مسألة الدولة وتطهير الادارة يلزمنا نجيبولها باش نغذيوها اه شنون نعملوا ايس يحمد يجبالي تفضل في انتظار معانت وهذه ملاحظتي ثانية في المسألة اذا كان مش تصير هكا الامور معانت في انتظار انه يعيتوا العلي العريث في المسألة هذية علي العريث عندهم ويمش عيتول اي عيتول ويسمع نعيتول سلاح ببسيد نعيتول يوسف الشاهد اذا كان انت في مستوى معانت اذا كان انت تعتبر ان المسألة ذية في مستوى رؤساء الحكومة يزكت عيتول مكل نذكر لمرسوم العفو تشري العام صح وقتها رئيس حكومة الله يرحم السيد البيجي قائد السبسي رجيم رئيس معانت هنجم اذا كان نحاول نبحث على بدايات منطق في المسألة ذي سازم نخترض وانه الموضوع عند رئيس الحكومة هو يعاين ماني اي معانت هكي نبدأ نحنا في بش نعمل من عرش كونكور بش ندخل من عرش في دار رئيس الحكومة هو يعاين ويعاين ويعرفهم بالواحد ولا جيت ليستا والدخل هو قال لا نحب الدخل فلان وفلان 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 وتبع اتعداد المسألة ذاك مرور على مستوى الموسط العمومية الكبيرة هل هذا يعتبر تعيين اختيارات هل من حق رئيس الحكومة يختار لانه لانه سمعنا البحث تبحث تسأل مثلا على تعيين صحفيين في موسطة علامية على رأس موسطة علامية عمومية عمومية هاي هي حاجة غريبة ما نعرش خريب كانوا صحفي يشد موسطة علامية عمومية غريبة اذا كان عنده الشهادة وعنده المؤهلات والخبرة الكافية يعينوا حمد جبال يعينوا مهدي جمعة يعينوا رئيس اللي يحب هات يزينا معنا السردية هذية متاع الكفاءة والنزهة واندرش فما كفاءة علمية علمية عليش النظام اذا هو القارح ومعناها مؤهل بش يعطي دروس في التعيينات هات خل نكون جديين شوية معنات هتاو نحنا النظام الحالي معنات فرحان بالتعيينات اللي عملها منذ منذ 2019 معنات هالي منهم تعيين كان اقرب اقرب شخص ليك في القصرة وملاحق على خاطر تأمر على امن الدولة خلينا نكون جديين شوية دولة دولة دي راي تعب والادارة دي راي تعب ما نزيدوش نكمل نكمل نكسروها بل لشاس سورسير ديرا وشنحلو وشوفوا المناظرات ونضرشنوهم اي باهس في الاخر في الاخر شنية النتيجة علمنو انو هذا يا مروان ينجم يستقيم في اطار مثلا حرب على ما يسمى بالفساد في اطار اما كونه يكون سياسة دولة كونه يكون هذا هو الهدف لولاني لمحدود قدام رئيس الحكومة جديد اللي عندو شهره جمعة يظهر لطوام اللي شد ولطوام ما تكلمش كونه هذيا هو اللي مطلوب منه معنا سيبنا الوضعية التوزنة المالية وسيبنا العودة المدرسية وسيبنا مشاكل المعلمين وسيبنا 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 وجينا وقلنا تعرفش كيفاش انت سيد احمد الحشاني ما تعمل حد شي كان طهر لدار هذي هي سياسة الدولة هذا هو هذا هو ما هو لازم زادا نقاو باش نبرر الفشل سامحوني ممكن متحمل شوية الكلام لكن ما ما نقلوش قراءة اخر غياب الانجيز هي غياب المنجز هي ما راو راو ضحك على ضقوم الناس حقيقة راو راو انه نتصور اللي اسبطار مثلا ناخذوا مثال اسبطار القروين ما تعملش على خاطر فمه شخص ما حبش راو عيب راو راك سبيت الدولة تونس تزاك تمام معناها ستيونانسلت للدولة لكيان الدولة معناها الدولة كاملة شخص وقفها وكان لازم كان لازم دليل اضافي على هذا اخي مش عملنا اجتمع وكي خرجنا من الاجتمع تنحى ولي القروين نعم هتحطتش يا جور يزي من الضحك على ذقون الناس لا ما ري راو والله طف نضحك من مبدأ كثر الهم يضحك من اللي بلي سير فينا بعد شوية بش نسمعو أو فهم بش نسمعو بش نقرهو لنوردين اللي طبو بالامين العام للاتحاد العام تونسي لشغل اللي يقول هناك اطراف تريد سحب البساط من الاتحاد مرواين وقيت كان من اللازم كونه يفيق سير بالحكاية مخر شوية يمكن قتلون الأطراف تونسي الطبو وأطراف رياس الجمهورية برش أطراف راجعين لبعد شوية قبل ذلك بش نسمعو عنوين الأخبار أخبار بش نسمعوها مفصلة بعد ساعة من الآن مع صفية المحرر هلو سهلا بيك مرحب بيك وليد بكل السادة المستمعين احتياط تونس من العملة الصعبة نحكي أيضا على تنسيقية المعالمين النواب لترفض صيغة التعاقد لقدمتها الوزارة وتنفذ غدا يوم غضب وطني وفي العالم 2023 هي السنة الأكثر سخونة على الأرجح على مر التاريخ شكرا لك صفية المحرر أكثر تفاصيل في النشرة المفاصلة مع مساعة نونس مع صفية المحرر بطبيعة راجعين بعد فاصل أقصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لحزب أفاق تونس وليد صفر يكون ضيف الانتربيو مش نواصلوا مع الأخبار تالي 24 ساعة الأخيرة وتصريح لأمين عام المنظمة الشغيلة يحكي على أطراف تريد سحب البساط من الاتحاد هذا اللي قال الأمين العام الاتحاد العام التونسي لشغل نوردين التابوبي أكد أن المنظمة الشغيلة لن تتخلى عن دورها الوطني والسياسي وشاري لوجود أطراف تريد سحب البساط من الاتحاد واعتبر أنه هذه الخيارات لن تنجح التابوبي في تصريح الموقع الشعب نيوز قال أنه اتحاد الشغل سامد ويتابع الملفات ويعقد المؤتمرات في بينها ويتواصل بالفكر والساعد في الدفاع عن حقوق الشغالين وبيّن أنه مستعد للمحطة القادمة رغم الوضع الصعب اللي تمر به البلد ألم يسحب البساط من الاتحاد بالعامية سيديجا هذا صار وهذا مرتبط بالقراءة السياسية اللي ما حبش يعملها الاتحاد العام التونسي للشغل للوضع اليوم في تونس والاتحاد العام التونسي للشغل يبدو أنه ماشي في خيار محافظة على الموجود قبل ما خاطر تزيد تصعب تزيد تصعب لأمور لأنه فما نقطة خلاف اللي الاتحاد العام التونسي للشغل لليوم من زل ما من زل ما كملهاش من زل ما خرجش منها في مستوى القاعدي الداخلي هو قراءة ما حدث يوم خمسة وعشرين جويلة بكل بكل بساطة فما شق يقول اللي هو انقلاب وليقول هو خروج عن الشرعية وكل ما نعرفوه على الكلام الذا فما شكون يقول لا بالعكس هو معا عدم الرضا على ضعف المنجز الاقتصادي والاجتماعي تقعد فرصة وتصحيح ما صار وحاجة بها صارت على الاقل على المستوى السياسي هذا اللي خلى انه كما كنا تنبأنا من قبل مسألة المبادرة على سبيل المثال ما عدت تسمع بها تو على نيسان الاتحاد وممثلي الاتحاد وكي مشيت مشيت في الصيف وفي البحورات وفي الواحد وكذا فبالتالي يرجع الاتحاد في نوع من المربع التقليدي متاعه المقتصر على المقتصر هيدا جات تسمع حاجة بياه لكن المقتصر على دفاع على حقوق الشغالين وأصبح سينوردين طبوبي وما أدراك معنا بوزنه الاعتباري يحكي لنا على عقد المؤتمرات في أبانها على أساس إنجاز معنا على أساس عمل كبير قاعد يقوم به الاتحاد في آخر الأمر الاتحاد رجع على المربع التقليدي متاعه كما قلنا فيما يخص حقوق الشغالين ومؤتمرات القطاعية وكل المسائل هذيك وهذا بشي يخد يتواصل طالما بشي يخد موجودين حاشتين كما قلت من الأول عدم التوافق القاعدي على قراءة شنو صار في خمسة وعشرين جولي الفين وواحد وعشرين وأيضا ما ننساوش مسألة شرعية المكتب التنفيذي الحالي اللي مبا فيها وعليها فيها فيها كليام وكانت مصدر تململ حتى داخل الاتحاد وبتبعات الحال في أي نقطة خلافية وقت اللي نكون تحتدم ممكن الأمور تخرج الورقة هذيك متاع ما تنسي شراك شرعيتك حتى أنت مشكوك فيها وقت اللي طبو بيحكي على أطراف وهنا اللي نجم ونستنجوه نفهموا ناس كل الأطراف هذي في أي في أي مسار هي معناها ماشية ولكن الاتحاد ميلومش شوي على روحه في سحب البصات من نفسه هو بيدو في خيارات اللي أنت ذكرت منها مثلا لحظة 25 جوليا وخاصة ما بعد 25 جوليا من المفروض أنه هذا أنه هذا يصير من المفروض أنه رأوا من المفروض الاتحاد يفهم أنه يعني الفضاء اللي فقده فقده على خطر هو خرج منه وبما أنه الطبيعة تقبل فراغ فمشكون عباه الفراغ ذاك واللي هنا نحكي على قرطأش بصفة بصفة عامة لكن رك أنت اللي بعدت على المسائل هذه وضربت زاد على حقيقة نقولها بنوع من الألم على الاتحاد وعلى المنظمات المصاحبة له ضربت مصدقيتك في مسألة المبادرة تحب ولا تكره اللي قدمت على أساس مبادرة مفروض أنها تضع حدود لرئيس الجمهورية وتحطه أمام مسئولياته بعد تعدينا لمبادرة اقتصادية اجتماعية بعد ولينا في مجرد مجهود أدبي إخرش حتى المجهود الأدبي المكتوب هذا يخرش ما يخرش ما يخرش وما هوش بشي أخرش وبرشة يعني منظمات وشخصيات فقدة فقدة برشة في المسألة هذه نذكر منهم على سبيل المثال جملة جملة الخبراء لخدمت على المسألة هذه بنوع من من الأمل وبرشة جدية وبتبع المسؤولين على المنظمات المشاركة وسام في الأخير النظام السياسي الحالي عطى حط المنظمات الوطنية الاتحاد العم التنسي في الحياة السيد البحري حط المنظمات هذه في دورها التقني أساسا ونحالها كل ما سنعط الروحة في الفترة السابقة من 2011 حتى 2019 في لعب دور سياسي في البلاد وما قامت بها المنظمات هذه في حوار وطني في حل أزمات سياسية بين الأطراف السياسية التي تحكم المعارضة وغيرها نحالها وسحب من تحت البساط تماما الكواليس تقول أنه في مكار يلعبها النظام في كل وقت كان قبل بن علي يعملها في بعض الأحيان مع المنظمات وهي مسألة نتواجه بها للمنظمات اخذتوا الدعم متاع السنية ولا لا مش معنيها الدعم مش فمه تمويل الدولة ترزدوا في كل سنة للمنظمات هذية هاي هاو سؤال للمنظمات تقولون وعطوا وريونا شفم ما فمهش هذه ورقة كان يرائسك ثم ضغط من الجانب هذية ولا ما فمهش المطالبة بالنظر في ملفات اهدار للمال العام هذا اللي دعاله القيادي في مسار 25 جولي عبدالرزاق الخلولي في تسريح الراديوماد دعا رئيس الحكومة احمد الحشاني للنظر في ملفات اهدار المال العام وتحصل رجال العمال على القروض دون سدادها من البنوك العمومية وذلك باعتبار انه كان اتار منذ سنوات في البنك المركزي مطلع على عديد الملفات مدام هو لمدة 30 سنة هو بالبنك المركزي وتقلد عديد المسؤولات اخرها هي الموارد البشرية وشد النزاعات القانونية في البنك هذا نحن نعرف انه ملفات اهدار المال العام ملفات انه رجال العمال خذات قروض بدون ما ترجحها ملفات انه فما موالات حتى في اسناد القروض بدون ضمانات هذا الكل ملفات مطلع عليها ويعرفها احنا اذا كانت نصلحوا يجبنا نصلحوا الاخطاء لوقات فما اخطاء كبيرة وقات فما كرتلات فما لوبيات فما كذا كانت تقدم من بعضها وكانت فما فلوس في انه اللي هي معنى انتا عمال عام بتاع كده بنك في البهاج في البنوك العمومية بسفة عام بسفة عام واللي هما معنى معنى فلسوها اصلا وما احنا نلقو البنوك هذه العمومية خاسرة والبنوك الخاصة الاخرى هي ربحة هو الحقيقة طلع لهم سيد احمد حشاني ونعتقد انه نعمل عليه في المجلة فما برشة ما اتدقق في اللي كان يتعدى سيعبد رزاق الخلوني برشة برشة تدقيق يلزم في اللي كان يتقال لكن في الاخير مارويل السردية هي نفسها هي ذاتها اي ما لازم عدا السردية هذيك قديمة نشكر الترويكة اللي هي بدات بكل وزراء الهيلين متاحوا معدى وقتها الترويكة هي اللي بدات بالحكاية ذاتها رجال الاعمال اللي يخذوه في نفس الشي منذ منذ سنوات على خطر غالط غالط انتي معنا لطفتها برشة كي قلت برشة ما يتدقق غالط تماما تماما سعره هاتنا نبدأو حاجة سعر نبدأو باش الناس تفهم الفلوس متاع بنكة مهمش مال العام مرا متاع بنك معندهم حتى المال العام هو المال اللي تصرف الدولة هو اللي تتعمل بيه كياسيات هو خطر من كل تتسلف فيهم ما عندكش مال العام غاطي اللي يخلصوا بهم الشهاري اذاك مال العام المال متاع بنكة حتى كان عموميا ليس مال عام وقت اللي مثلا البنكة عندها قاب في الميزانية متاحة والدولة تصبلها فلوس كما صار مثلا في الفين واربعتاش كان اما ليس مالعة هذي حاج الحاجة الاخرى ما فهميش بنك عمومي خاسر صحيح ما فهميش صحيح وعليش نعرفوها نحن المعلومة دي خاطر البنوك مدرجة في بورسة تونس والحسابات متاحهم موجودة اللي يحب يطلع يتفضل وعن ترى مش حاجة مش سرية الحكاية مش على خاطر سيد رئيس الحكومة احمد الحشياني مش صحيح مش صحيح غالط تماما علم انه الحشياني كي كان في البنك المركز وكان في الموارد البشرية والفشول القانونية ما عنده حتى اطلاع على موضوع البنوك وتمويل البنوك ما عنده حتى ما عنده حتى علاقة بالموضوع معنات هذي هذي كومة من الحويش الغالطة أما ما كنت تبيع شعبيا مزيانة ما كنت كنت انت في البنك سنترال ملا شوف لنا حكاية اهدار المال العام متاع البنوك على رجال الأعمال اللي يخذيه وما رجعوش اللي هي الحاجة الغالطة الأخرى سيدي مش ما تقولش كلمة مجيش هذوما حكاية رجال الأعمال اللي يخذيهوا فلوس من البنوك العمومية وما رجعوش راو مش صحيح فمش منه خاطرات أولا تطراه في الحسابات وثانيا راو فما مساهمين في البنوك العمومية هذي راوما همش همش يخليوا فلوس كاكا ماشي وهو يخلص بعدها بينما يتبدأ مساهم في بنك على أساس مش تربح ونزيدوا نختموا فالحكاية هذيه بربي باهي سيدي أحسروهم رجال الأعمال ما مسالش خايبين خاطرهما رجال الأعمال وكملوا في اثنيتكم شوفوا حل كلها ربعا في تسعمائة مليار متاع ديوان الحبوب اللي ما تسلفتهم من عند البنك الفيليح اللي هي عاد اش بيك وقفت كين غاد والفرماسيس اونتراك انا حاشت نحب ذوك ومكهب هذي ما يجيش زاد هات نصدق جملة الخزعبالات اللي تقالت في المسألة ذي موما العام زاد هذك هاك هولي هاي سيدي موما بس ديوان الحبوب متسلف ربعا لفتسعمائة مليار شكومش خلصوا ما العام ولا مش ولا وقت هاي ولا لأ معادش ما العام معادش تحسب علما وانو اذا كان سلمنا بالفرضية وغير سلخلولي سلمنا بالفرضيات سحي هذا الكل اذا كان سلمنا كونه فما رجال اعمال تسلفوا من عند بنوك من غير ضمانات ومن غير ما راش راهوا في الاخير اذا كان تحب تصلح الاقتصاد التونسي را كونك تشد رجال اعمل هذوما مثلا قاعدين نحكيوا في تمثيل وتحطهم في الحبس مش هذا الحل لانه في الاخير مش عاودوا يطلعوا فئة اخرى كي ما لي صار بعد الفين وحدة شيخي ما حطيناش ترابلسية في الحبس بعد ما مرينا ترابلسية جدد بأحجام اكبر وبيوجه مكشوف في الاخير عندك منوال ما يخرج كان هالنوع من المعاملات الكليونتاليزم هذي انتي عندك منظومة ترعى الاقتصاد الريعي بامتياز اذا كان ما تكسر هاش المنظومة هذي راكبش تعاود تنتج نفس الاخطاء مش كونك تشد فلان تحطه في الحبس معناها راو بش بش تولي سايل امور منظمة وتمشي بأحسن ما يكون غالط وما هوش صحيح وهذا الاحداث هي اللي اكدته بعد الفين وحدة شفنا اللي الفساد تزاد اكثر منا ما كان قبل الفين وحداش لانك المنظومة هي اللي تفرز في هذاك الفساد بنصوص قانونية بمعاملات بأعراف باللي تحب انتي ونحلوا ونحلوا الباب اللي الشعبويات هذي اللي معندا حتى اثر حقيقي معندا في الميدان والمرة الجاية معندا حتى المستمع معندا كتسمع وحويش من نوع ذا ركزوا في التفاصيل شكوني نجم يقول لنا على سبيل المثال قديش على الفلوس على قديش من رجل اعمال نحكي نقدو نرجو للتقرير متاع لا يرحم مساعد فتاح عمر معنى من الفين واثناش يظهر للفين واثناش وحتى في الفين واثناش هو التقرير هذيك اليوم فيه ميتقى فيه ميتقى في الاخير نصلحوا الولوج الى الاسواق والمنافسة في البلاد هذية كيفاش تصير المنافسة كيفاش يوليو عنا تقريبا نفس الحضوض الناس الكل خير من اللي نقعدوا فولين تسلف وما رجاش حطوا في الحبس وليد اخي بربي هاللي تسلف فرضا هرجال عمله تسلف وما رجعوش وفرضا يا أخو يهضم فيز دي فرضا يهضم فيز دي وعمل وما عمل اخي موش الدولة كما قال مروين قبيلة من وقت الترويك بديت حسر دي هذية وبدت تتغذب وقضايا ومحاكم اخي شبههم التو ما حمثبت عليهم حتى شي انا سؤال مع انت فما مشكلة في القوانين والتشريعات انتعك برا صلح ترسنتك القانونية صلح المنظومة اللي تفرزلك في هذيب قوانين محكمة تخلي مناخ تعمال تخدم فيه الناس بشفية ووضوح ومغير مشاكل ومنافسة محلولة للجميع تصلح وضعيتك ومعالش فما فسد تعليق المكتب التنفيذي لجماعية القضاء التونسيين على الحركة القضائية المكتب التنفيذي للجماعية القضاء التونسيين في بيان لي يعلق على الحركة القضائية للقضاء العديين لسنة 2023-2024 اللي تم نشر بالرائد الرسمي لجمهورية التونسية عدد 200 هار للربعة 30-2023 اعتبر المكتب التنفيذي للجماعية القضاء ان الحركة شملت 1088 قاضي وقاضية تعتبر من اكبر الحركة القضائية عدديا لانها شهدت عديد الاخلاليات شكلا ومضمونا وحسب رأي الجماعية فانه هالحركة تجهز نهائيا على المسار القضائي للعدالة الانتقالية وفق نص البيان من عرش مروين سؤال كونه تشمل النقلة والحركة 1088 قاضي ينجم يكون هذا لانه نقلة حركة متاع عامين مصارش نقلة في في 2022 نعرش هل هذا يفسر ذلك لا 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 ماهش مش بضرور فمش تراكم المسألة مش بالضرورة لكن من الواضح هو أنه الحركة هذية أريد لها أنها يعني تكافئ نوعية معينة من القضاة وتعاقب آخرين اللي بتمعت الحال ماهم شي تبقوا في التعليمات ولا منوئين ما للنظام والشي اللي صار الكل في تونس هذا هذا يظهر اللي مفروغ منه وهذا هي مسألة اللي يعني نستنى في رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في المسألة هذه لأنه تقال اللي على لسان قضاة معنا تقال وأنه ليست الحركة اللي خرجت معنا ببعيدة برشة على الحركة اللي تم اقتراح من قبل هذا المجلس يعني إذا كان مش يقعد خلي قول لنا إذا كان مش يقعد في موقف المتفرج العقيم وأنه يقول ولا يعمل حاجة في مسألة القضاء في تونس وهذا يعني تطبيق حرفي لمسألة القضاء وظيفة هذا هو القضاء اللي عنا نحن اليوم في تونس في الفين وثلاثة عشرين للأسف مع العلم وأنه باقي يقعدوا لكلهم تحت الضغط وكلهم مطلوب منهم أنهم يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية ويكونوا نزهة وشرفاء وهات ما كلاوي تسمع حكايات يعني تقول فهم القضاء على زملائهم يعرفوهم يخدموا معهم طلقة اللي يمشي للإشكون تحط في التفقد على سبيل مثال ويعني برشح ويج اللي اللي كامش نحكي وهم عند بش أن نحطوا أنفسنا في خطر زاد خموا في رواعنا لكن هي حركة يعني قضاء على طريف هكا بصيس أمل كان نجم يكون موجود ووضحت بصورة لا شك فيها الحقيقة النواية نفس هذه الحركة أثرت الاستياء والاستغراب لرئيس الفرع جاهوي المحامين بسفيقس رئيس الفرع جاهوي المحامين بسفيقس عبر عن السياو استغرابه من حركة القضاء الأخيرة اللي قال أنها ستؤدي إلى شلل تام في مرفأ القضاء العدلي في جهة اسفيقس بالنظر إلى التخفيض في عدد القضاء في المحكمة الابتدائية بكل من اسفيقس واحد واسفيقس اثني الموقف كان بتنسيق مع السيد عميد الهيئة الوطنية والمحامين وأعلمناه وهو متبني جميع مطالب جهة في اسفيقس ونحن ننتظر في أقه بفرصة وقبل امتلاق السنة القضائية الحالية أن تدارك هذا النقص اللي مش يمس من جودة العدالة ومش يؤدي ربما إلى تعطيل ظروف العمل مرة أخرى وتأخير في معدل فصل القضايا وكيف ما ننتظر يؤدي لعدم جهزية الأحكام في الأجل المعقولة يعني نحكيه على تنقيذ من عدد القضاء يعني نسيق طال كهل القضاء بأعداء يعود ما ننتظر عدد معين من الأحكام تقيبا نضعف له الجهد وذلك يجلس شخص القاضي يجلس ويقضي يجب أن يقضي وهو في حالة نفسية برتاحة لأنه نحكيه على جوز عدالة ونحكيه على حقوق قضينا هات ناخذ الموضوع بمقاربة عددية وقت اللي عندك نقوله مئة قضية وخمسة قضاة كتنقص في عدد القضاة عدد القضايا لكل قاضي بشي زيد دونك بشي تزيد قضايا على قاضي هذا يطلب منه مجهود أكبر وإمكانيات أكبر وتركيز أكبر هو ما هوش موجود للإمكانيات موجودة بعض القضاة اللي عندهم لا مكاتب لا حواسيب لا أي جهة أي طريقة يسهلوا بها خدمتهم وفي الأخير شنو نطالبوهم نطالبوهم بالإنجاز والنزاهة والحكم بالقانون هو هذك المقاربة الغريبة اللي عنا موجودة في تونس هو أنه نحن نحبه قضاء عادل نحبه قضاء نجز نحبه قضاء سريع شوفنا زادة رئيس الجمهورية قداش مرة يقول غير المعقول تسريح الملفات ملف يقعد لسنوات وعشرات سنوات وكذا وياحد لكن في نفس الوقت نسحب من نفس ذلك القاضي كل وسائل العمل حتى مسألة المسألة الإمكانيات اللي كنت تحكي عليها هي مشكلة جديدة لكن كملنا نقص ناله نوع من الراحة النفسية ولا نوع من الاستقلالية الحقيقية في القرار طوال قاضي يعرف فما ريح سياسي ينجم يطير له براسه إذا كان يأخذ القرار اللي ما يعجبش حتى حتى هكال نوع من الاعتبارية ذي كان تعالقاضي كمانا نحينا هالو كمانا نسحبنا هالو وزدنا في الدستور خذنا نازم عارك وظيفة ما عادش الساعة عملنا عملنا اللي ناجبو نعملوه كل ومع هذا نقعدو بنفس مستوى المطلبية مع نفس ذلك القاطم معناتا نقصو لكم انقصوا الساعة نعملو لكم حركة كما نحبو نحن نعمل نصلتوا عليك ضغط سياسي والضغط كذا اما رد بالك ما تكونش نازية وما تكونش ناجس شكرا لك مروان عشوري كوتجو للتضخم يزيد لكن حسابات الدولة ما زالت منظر